شكرا شازلي الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية معاربا عن تقديره للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي وخلال المؤتمر الصحفي لرئيس السيسي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أعرب رئيس السيسي عن تطلوه لجذب الاستمارات والشركات الكورية الجنوبية إلى مصر مضيفا أن مصر تسعى لإحداث طفرة تنموية على غرار التجربة الكورية الجنوبية كما أكد رئيس السيسي على أن المباحثات مع نظيري الكوري الجنوبي استعرضت فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا والشركات الكورية مضيفا أنه تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موساعة ضمت وفدي البلدين وبحث الرئيسان أفاق تعظيم التعاون بين البلدين في توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر بالإضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والتعدين كما شهد الرئيس السيسي ورئيس كوريا الجنوبية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين حيث جاء في مقدمة الاتفاقيات مذكرة تفاهم للقيام بدراسة مشتركة حول جدوى الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 1632 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه مراعاية الطبية لازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1403 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفايروس ومتحوراته وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لأفتاء إلى وفاة 22 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة استقبال 667 ألفا ومائة جرعة من لقاح فارس كورونا من إنتاج شركة أسترزانيكا بمطار القاهرة الدولي مقدمة من دولتي بلجيكا وألمانيا عن طريق أليت كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات جافي ودعت الوزارة المواطنين مجددا إلى ضرورة تلقي لقاحات كورونا المساهمة في الحماية من الإصابات الشديدة بالفايروس ومتحوراته مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات المواطنين بالمجان أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 168 ألفا واربعمائة وخمس وتسعين إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وثلاثمائة وخمسين وفاة ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البرازيل إلى أكثر من ثلاثة وعشرين مليون منذ بداية الجائحة حسب بيانات الصحة البرازيلية وفقا لإحصاء الرويترز فإن حصيلة الوفيات في البرازيل هي الثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا سجلت المكسيك 278 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثمائة واثنين ألف وثلاثمائة وتسعين وفاة وقالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت أيضاً خمسين ألفاً وثلاثمائة وثلاثمائة وسبعين حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفايروس أظهر إحصاء رويترز أن أكثر من ثلاثمائة وثمان وثلاثين مليون شخص أصيبوا بفايروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفايروس إلى أكثر من خمسة ملايين وتم تسجيل إصابات بالفايروس في أكثر من مائتين وعشر دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019 أعلن التحالف العربية عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة اليمنية صنعاء وأضاف التحالف العربية أن العملية العسكرية تم تنفيذها استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات العدائية نهاية مجزة ثمانا أول استكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل